نفى مسؤول في البيت الأبيض أن يكون الرئيس الأمريكي بارك أوباما قد وجه رسالة مؤخرا إلى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خميني وقال إن التقارير التي أوردت هذا الأمر غيحا وكان عضو هيئة الرئاسة في البرلمان الإيراني مهرداد بدرباش قد قال في وقت سابق إن مسؤولا من أحدى دول الجوار وصل إلى طهران خلال الأيام الماضية حاملا رسالة وصفها بالسرية من الرئيس الأمريكي إلى وأضاف بدرباش الذي لم يكشف محتوى الرسالة أو موعد وصولها أنها تتعلق بالبرنامج النووي والمفاوضات الجارية بشأنه في فيينا وقد اعتبر عضو هيئة الرئاسة في البرلمان الإيراني أن واشنطن كيالين من خلال مخاطبة طهران برسالة سرية قائمة على الاحترام بينما تدعي أو تدعو في العلن أو تدعي في العلن أن إيران تشكل تهديدا على أمن المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر